السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعد تنزيل حقيبة المؤمن نفتح التطبيق امشوا اياي خطوة بخطوة وان شاء الله الامور تكون موياك تمام نضغط على منح التصاريح نضغط على السماح بالوصول الى المكالمات الهاتفية وادارتها كذلك بالدخول الى الصور والوساط وغيرها من هذه الامور هنا نختار المحافظة اذا انت بالعراق فتختار المحافظة اللي هي بالعراق او تختار الدولة اللي انت عايش بها على سبيل المثال انا حاليا بالنجف الاشرف انطانع على مصح مثل ما شوفون موعد صلاة المغرب في النجف الاشرف وكذلك هاي اللي هي الواجهة الرئيسية هنا اشقال لك لقد اكتشفنا ان منبه الاذان لا يعمل بشكل سليم في جهازك يجب ان تقوم بتعطير خاصية توفير الطاقة لكي يعمل منبه الاذان بشكل سليم اذا كنت انفعل توفير الطاقة فتروح توقفه ننطي عرض الاعدادات ننطي السماء تم ايقاف توفير الطاقة او عن طريق الاعدادات توقف توفير الطاقة هاي عندك اللي هي التقويم الهجري الى ادعية اعدادات الركع القرآن الكريم والعديد من الامور الروح على الاعدادات التنبيه الادعية اذا حبيت شغلها تضغط على تشغيل تنبيه الادعية الروح على الاذان تفعيل الاذان الاذان عند الصباح وكذلك هاي اوتماتيكيا امشغلها اليك التطبيق فانت اذا ما لقيتها مشغلة اشغلها نكرهن ماشي اتروح اليمن على صوت الاذان تعديل صوت الاذان الاشعار والشاشة الكاملة تضغط على الشاشة الكاملة تضطي منح حقيبة المؤمن تصلح للظهور على الشاشة وقت الاذان ننطي موافق تفعيل صوت ظهرت لك هاي اللائحة الروح على تطبيق حقيبة المؤمن انشغله ونرجع خطوة تفعيل صوت الاذان تصاعد اذا حبيته او تختار منا صوت الاذان مثل ما يشوفون هذا التجربة كذلك آذان الظهر وغيرها من هذه الامور هنا للتفعيل تفعيل هن كل هن الاذان ماشي يعني شغلها اني طالع عنده باللون رصاصي احتمال انت تطلع عندما شغلها صار باللون الاخضر فانت شغلها من يمك اروح على الاعدادات هاي هي الاعدادات الخاصة بالتطبيق هاي هي كل الامور لتفعيل الاذان مثل ما شوفون ظهرنا فوق هسا راح نغلق التطبيقات يبقى ظاهرنا هاي لاجهزة السامسونج انه هاي تبقى ظاهرة عندك الاجهزة الهواوي او اجهزة الانفينيكس او اجهزة الريديام او شاومي من تنطي اغلاق التطبيقات يروح عندك هاي العلامة مال التطبيق اللي ظاهرة عندما تنزل البرد شي تسوي بهالحالة تروح للتطبيق تضغط على معلومات التطبيق او عن طريق الاعدادات وطب للتطبيق وتدخل على معلوماته بقى تضغط على الاشعارات مسموع على التراخيص احنا مشغليها ما عدنا شكال بيها تروح على البطارية السماح بالنشاط في الخلفية احنا مشغلي هنا تحسين استخدام البطارية غير مفاعلة الاستخدام المفاعل هنا عندك السماح بالنشاط في الخلفية تطيخ تشغيل اذا كان عندك مغلقة كذلك عندك الظهور في الاعلى او تغيير ضبط النظام من هذه الاعدادات تقدر تفعل التطبيق وتخلي يضابط كتطبيق افتراضي لا حبيت ادك هاي الاشعارات اللي هي المنبه او غيرها من هذه الامور ادك هاي التراخيص هاي الاذونات من اتفعلها هذا هو تطبيق حقيبة المؤمن اتمنى تستفادون من عنده ولا تنسونا من الاشتراك في القناة مع تحياتي للجميع